بسم الله الرحمن الرحيم الأمير علي بن أبي طالب الإمام الهمام الذي لا ينقطع عن شئته وعن طلبة العلم طلبة العلم دائما يرجعون إلى أمير المؤمنين الإمام علي عليه الصلاة والسلام فيجيبهم وهذا مصداقها وهو الشيخ الذي أتى من لبنان من مدينة هرسين إلى أن يتعلم علوم عن محمد عليه الصلاة ويذهب هناك إلى أهله في لبنان ليعلم تلك العلوم فكان يعتاد في حياته أن أهله يرسلون إليه من لبنان ويأكل ويشرب ويعيش حياته ويدفع عجار منزله من ما يرسلون أهله إليه تقتر حال أهله فلم يرسلوا إليه فدخل إلى حرم أميره عليه الصلاة وقال له أستأذنك أن أعود إلى أهلي فلا معيل لي هنا في النجف الأشرف فهذا الشيخ اسمه محمد حسن الهرسيني وأتى للنجف الأشرف للدراسة وهو كان في أيام السيد العالم الجليل السيد أبو الحسن الأصفهاني وله صديق اسمه فرج الله الكاظمي لكنه فرج الله الكاظمي يدرس في كربلاء يقول الكاظمي أنا أعمل في البناء وأنا يعني مسؤول في البنائين فأذهب يوم واحد في الأسبوع وأعمل في البناء وأأتي هناك أسبوع كامل يعني عامل يوم واحد يكفي الأسبوع كامل لأتقوة به أما الشيخ الهرسيني يقول أنا في كل سنة يأتي من بلدي العطاء هذه السنة لم يأتي من بلدي شيء ولكن عزمت بعد أن لم يأتي أن أذهب إلى بلدي وهنا حيث نفذ كل ما عندي طررت للذهاب إلى حرم أميره عليه السلام وقلت له سيدي تعلم أني جئت لأتعلم علومكم ولكنه الآن بسبب ضيقي الحال كنت أنوي أن أذهب إلى عشيرة في هرسين وأعلمهم الدين وأعلمهم الشريعة ولكنه لا أستطيع البقاء لأنه نفذ كل ما عندي ثم ودعت الإمام علي بن أبي طالب عليه أفضل الصلاة والسلام قاصدا الرجوع إلى إلى أين يذهب يقول قصدت بالرجوع إلى أن أذهب إلى مدرستي هناك كل أحد من الطلبة لديه مدرسة خاصة وهذه المدرسة الخاصة تعطى من قبل الحوزة لطالب العلم ليكون سكن فيها فهنا يقول عندما ودعت أمير أبي طالب عليه السلام قاصدا إلى مدرستي وإذا أرى بأعرابي رجل عليه لباس العرب لا نعلم من هذا العرابي ملك من السماء من الأرض الإمام سلام الله عليه وكيل الإمام غير ذلك يقول وإذا يأتي بسرة كبيرة من النقود ويعطيني ذلك المظروف لا أعرفه ولا تواصل بيني وبينه ولا هناك سابقة انظار بيني وبينه فعندما ذهبت إلى المدرسة ونظرت إلى المظروف وجدته مليء بالأموال فقلت في نفسي انظر كرم الإمام علي عليه السلام الإمام مطلع على ما فيه النفس بإذن الله عز وجل فيقول قلت في نفسي أنه سأقتصد في هذا المال حتى يكفيني طيلة العام فيقول خرجت مرة أخرى لأودع عمر المؤمنين عليه السلام وأشكره على عطائه الذي لا ينفد وأعود إلى مدرستي فعندما خرجت وإذا بهذا الأعراب يأتي بصرة ثانية ويعطيني إياه مملوء بالنقود فهنا ازداد حالي أكثر تعجبا أنه حتى عندما خاطبت نفسي وقلت أنه سأقتصد بهذه الأموال زادها علي عليه أفضل الصلاة والسلام بعد ذلك يقول بعد أن رأيت كرم الإمام سلام الله عليه وذهبت للزيارة فتكرر الأمر مرة ثالثة نفسه الأعرابي أتاني مرة ثالثة وأعطاني ليغنيني طيلة الأعوام كلها أو طيلة حياتي كلها والأفضل من ذلك والأعظم من ذلك يقول أن سيد حسن أبن السيد الأصفهاني أبن السيد أبن السيد الأصفهاني سيد حسن أبن السيد أتى إلي وقال لي أن والدي يطلبك وهو نجل السيد أبو الحسن الأصفهاني الذي استشهد وقتلوه غدرا قال والدي يريدك يقول عندما ذهبت إليه وإذا عاتبني السيد أبو الحسن الأصفهاني وقال لما لا تخبرني بحالك ثم عين لي راتب يخفيني طيلة حياتي هنا نعلم أنه الإمام له وكلاء وكيله الإعرابي ووكيله السيد أبو الحسن الأصفهاني هنا السيد أبو الحسن الأصفهاني أبلغه الإمام سلام الله وأنتم لاحظتم أنه في الحوادث الكثيرة والقصص الواقعة رأيتم أنه كيف يتدخل أبو الحسن الأصفهاني وكيف يتدخل مرتضى الأصفهاني كيف يتدخلون ويقضون حوائج الناس كل ذلك بأمر الإمام سلام الله عليهم فللإمام وكلاء وكلاءه المراجع وكلاء الأمة عليهم السلام يقول في حديث مضمون حديث الإمام سلام الله عليه أنا حجة الله عليكم وكلائي حجة عليكم وأنا حجة الله عليهم هكذا يعني يقول العلماء وكلائي أنا حجة الله عليهم وهم حجة الله عليكم أنتم يعني العلماء هم وكلاء الإمام وحجة الله علينا في غياب الإمام والإمام حجة الله عليهم إلى أن يظهر ويعج الله فرجه الشريف فهنا علمنا أنه السيد أبو الحسن الأصفهاني هو وكيل الإمام المعتمد عند الإمام والإمام أخبره بحال هذا الشيخ محمد حسن الهرسيني وهنا أعطاه راتب طيلة حياته وأكرمه بأمر الإمام هذا والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعنة الدائم على أعدائهم أجمعين اشتركوا في القناة